المسيح بيتكلم عن احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس هو يعني بيتعامل مع جوه مع الدافع مش مع المظهر الرب يسوع أحبائي عاوز يعلمنا درس مهم جدا أنه نتشبه ونتمثل فيه شو ادافع العطاء في حياتنا هل مجرد أنشطة دينية مظاهر تدين التي تفتقر وتخلو من التأثير وتخلو من القيمة وأنه فعلا أنك تخفف من عبء المجتمع وأنك توصل رسالة حية لكل محتاج فأنا بتأمل أنه الدافع للعطاء يكون المحبة لأنه لما أنت عندك محبة أنت رح تبزل أنت راح تعطي لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل أعطى شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها هذا عطاء الله بسخاء الدافع للعطاء أنه أنا بتشبه بالرب بتشبه بهذه المحبة شيء آخر الدافع للعطاء فعلا الشخص اللي بيعطي على فكرة هو شخص شجاع مش خايف عنده ثقة عنده إيمان كامل بالرب أنه الله رح يعتني به فاللي بيعطي هو الشخص الشجاع الشخص اللي بيخب الفلوس بتظاهر أمام الناس بيعطي يمكن شوية نقود لكن يعني ما عندهش الشجاع أن يأخذ خطوات زي ما عندنا الشجاع أنك تبني بيت ولا تأخذ قرد من البنك لبيت أو تبني شيء أين الشجاعة أنه نشوف أنه نساعد خدمات أو نساعد أنه اسم يسوع المسيح ينتشر في كل الأرض فبيطلب طبعا تضحية وهذا تعبير عن التكريس الكامل أن حياتي مش لإلي لأنكم اشتريتم بثمن فمجلوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله العطاء يقود للبهجة بيخليك تكون فرحان مبسوط مسرور العطاء بيطلب نعمة دايما في نعمة غنية في قلبك اللي بتعبر أنك تفعلا اختبرت حضور الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر